اتحاد العاصمة يبلغ نصف نهائي الكونفيدرالية رغم الخسارة أمام الجيش الملكي المغربي بلغ نادي اتحاد العاصمة الجزائري نصف نهائي بطولة كاس الكونفيدرالية الإفريقية رغم الخسارة أمام مضيفه فريق الجيش الملكي المغربي بثلاثة هداف مقابل هدفين الأحد لتستفيد كتيبة المدرب عبدالحق بن شيخة من نتيجة لقاء الذهاب 2 صيفر ضمن المنافسات ربع نهائي المسابقة القرية وبدأ لعب فريق الجيش الملكي المغربي الموجهة بقوة كبيرة بعدما فرضوا ضغطا على مدافعين دي اتحاد العاصمة الجزائري حيث وقع لعب خط الوسط وسامى شيتا في خطأ فادح بعدما أهدى أصحاب الأرض الجمهور هدف التقدم في الدقيقة الثامنة بسبب ما قام به ولم يستطع فريق الجيش الملكي المغربي الحفاظ على نتيجة التقدم بعدما انتفض نجوم نادي اتحاد العاصمة الجزائري وتمكن سعدي رضواني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول لتشتعل بعدها الموجهة وحاول لعب فريق الجيش الملكي المغربي تسجيل هدف الثاني لكنهم واجبوا صعوبة بسبب تنظيم الدفاع الجيد عند منافسهم في نادي اتحاد العاصمة الجزائري لينتهي الشوط بينهما بالتعادل بهدف مقابل هدف ومع بداية الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ركل الجزاء لصالح نادي الجيش الملكي المغربي لكن تقنية الفيديو المساعد الفار طلبت من قاضي المواجهة التوجه إلى الشاشة المتواجدة في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ليتراجع بعدها عن قراره رغم احتجاجات اللاعبين لكن النجم ديني بورغيس استطاع تسجيل هدف ثاني لنادي الجيش الملكي المغربي في الدقيقة الستين ليواصل صاحب الأرض في الجمهور ضغطه الكبير على اللاعبي اتحاد العاصمة الجزائري الذين عادوا إلى مناطقهم الدفاعية ونجح نادي اتحاد العاصمة بتطويق الهجمة المرتدة السريعة رغم الضغط المفروض عليه ليتمكن النجم الشاب خالد بوسليو من تسجيل الهدف رائع في شباك حارس فريق الجيش الملكي الذي لم يستطع التصدي لها بسبب مروهها فوق رأسه بالدقيقة 78 وفي الوقت البدل من الضيح تسب الحاكم مركلة جزائر لصالح نادي الجيش الملكي المغربي لينبري لتنفيذها النجم محمد ربيع حريمات الذي وضعها بدقة في شباك حارس اتحاد العاصمة الجزائري الذي لم يستطع صدها وتمكن نادي اتحاد العاصمة الجزائري من بلوغ نصف نهائي كاسو الكونفيدرالية الإفريقية بعدما حسم مواجهة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء وخسر الإياب بثلاث أهداف مقابل هدفين لتصبح النتيجة النهائية لمجموع المواجهتين ربعة وثلاثة